طبعا السؤال بس عشان فكرة مين كمان هيسجل أهداف احنا عايزين نصحصحكم معانا كده زي ما نتمنى المنتخب يكون مركز بكرة وفي الموعد لكن كمان يا أسامة بمناسبة أمور لا لا ديني توقعك الأول توقعي ان شاء الله بإذن الله 1-0 لأن المباراة دين تفاهم لا 1-0 بإذن الله ليه بتتوقع توقعي لا خلي بالك انت أكيد عارف مباراة المغرب مين اللي هيجيب الجوم محمد صلاة طب لا لا كده خلاصوها تقريبا شابي متفق معايا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يعني نتمنى التوفيق لمنتخب مصر ومنتخب مصر إن شاء الله يفوز 1-0 وأنا هزود بقى أتجود على فرش شوية من ضربة حرة على حدود 18 وربنا يا ستماتي عكسه يبقى حكيم لا 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 حكيمي حنجينه ولكن بمناسبة الجمهور والله يا أسامة وإحنا بنترح الاستفتاء كده أو التصويت أحبيت بس أجيه رسالة الجمهور النادي الأهلي هنا أنا وأسامة بنعتبركم شركاء نجاح وأي خطوة إحنا بنمر بيها أو أي حدث سواء البرنامج أو إحنا بنكون عارفين إن جمهور النادي الأهلي للدور الأكبر فيها بدون أي تفاصيل إحنا بنشكركم وبنشكركم جدا على دعمكم لنا طول الوقت في أي حاجة وبنشكركم كمان على فكرة إن أنتوا حاسين بخطة أحمر أديه عايزي ساعدكم وأديه هو صوتكم زي ما بنقول وفي كل نصوتكم دي أصعب ما سكره وليه ممكن تدخلوه؟ أكيد فرس أي حاجة في النهاية الجمهور ده هو كيان النادي الأهلي والجميع في النادي الأهلي بيكون دايما حريص على أنه يعني يسعد جماهير النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي في المعادلة هي الجماهير اللي فقط تعطي للنادي الأهلي فالحاجة تتقدم لجماهير النادي الأهلي غير الشكر إننا كمان نقدم محتوى يليك بحضراتكم فطبعا بالتأكيد أي عمل مرتبط دائما وأبدا بفكرة جماهير النادي الأهلي نتمنى دائما جماهير النادي الأهلي تكون فيهي ودهر الكيان ودايما نقول الحلوة والمرة معاه ولكن بخصوص برنامج الأهل خطة حمر طبعا كل الشكر لكم للدعم والمتواصل كمان بص بقى احنا الجمهور ده شركنا من بداية اول حلقة وان شاء الله يفضل معنا طول الوقت وعشان كده احنا حاولنا نغششكم الاجابة ونتمنى توقعاتكم ان شاء الله تكون صحيحة والفائز اكيد هيكون معنا يكسب تي شيرت النادي الاهلي اكيد هو منتخب مصر بس النادي الاهلي طول عمره جزء كبير جدا من منتخب مصر وطول عمر النادي الاهلي نادي الوطنية والنادي اللي بيكون احيان كتير جدا ومعرفش ليه ده بيداق الناس ان احنا بنقول ان النادي الاهلي بيدفع ضريبة والبعض بياخد ده ان كأن انت عندك تعارض بين ان انت تقول حقيقة او مصالح المنتخب اطلاقا احنا كلنا من اول يوم بنتمنى ان منتخب مصر يروح لابعد نقطة في البطولة وكلنا طول الوقت بنساند ونفسنا نشوف المنتخب والروح اللي دبت كده مع مباراتكو الدفوار والهامتنا انما النادي الاهلي عنده مجموعة من الاصابات اكيد لما نجيلها هنوقف عندها وطبيعي انت تكون كان نفسك ان منتخب مصر يكمل لأكبر مدى ممكن وكان نفسك ان النادي الاهلي يكون في كاس العامل عندها بأفضل شكل ممكن ونتمنى ان شاء الله ان على الاقل ده يكون حاصل كون التعارض ده حصل واحنا بنتكلم فيه مش معناها ان انت عندك اي مشكلة ان منتخب مصر بالعكس احنا ساعدين جدا باللي بيحصل وكلنا بعد مباراتكو الدفوار بدأنا نحس ان اجواء 2010 رجعت انا بقول دي اكتر مبارات حتى بما فيها مبارات يعني الوصول لكاس العامل يمكن كانت الاجواء برضو مختلفة كاس الامم احنا كده تحس فيه ارتباط شارط بين المشجع المصري وكاس الامم يمكن عشان عندك ذكريات كتير معاه فكلنا كنا حسين الحالة دي لما جماعة اي حد بيتكلم عن حاجة مدايقية نتيجة اصابات في النادي الاهلي ده لا يتعارض ابدا مع المنتخب اشتركوا في القناة